عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس الوزراء إلى توجهات الرئيس السيسي المستمر للحكومة بدعم وتطوير قطع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات عبر تقديم مزيد من التيسيرات والمحافزات المصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الإفريقية واستعرض الاجتماع جهود الدولة في دعم وتطوير قطع الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحافزات والتيسيرات التي من شأنها النهوض بهذا القطع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادية وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية